اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميعنا نعرف ان الحل الانسب هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا الرئيس الذي مع الحكومة التي ستلي انتخابه ممكن ان يضع برنامج الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي ولكن الى ذلك الحين ونأمل ان توفق المبادرة الفرنسية بدعم من الدول الاخرى في الوصول الى نتيجة في ما دعي اليه من مشاورات او لقاءات او حوار في شهر ايدول القادم الى حين حصول ذلك يجب تفادي حصول اي قصور في عمل المؤسسات سواء في المجلس النيابي او في مجلس وزراء ومع تقديري واحترامي لكثير من الاراء التي تصدر لا يجوز تحت ذريعة او حجة عدم انتخاب رئيس جمهوري وهو امر يجب ان لا نقبل او نسلم به ان نقبل بتعطيل باقي المؤسسات الامر الاخر رأينا الاحداث الامنية التي جرت في اليومين الماضيين او في الاسبوعين الماضيين تحديدا ما حصل فيه كحالي ندعو الى امرين الامر الاول عدم التعرض للجيش وعدم التعن بالجيش واذا كان هناك من ملاحظات فهي تقال داخل الجدران المغفلي وليس في الاعلام وليس من باب التشكيك ثانيا يجب عدم السماح بحصول شغور في المجلس العسكري شغور مديد وبالتالي اعد طرح مسألة تعيين مجلس عسكري مع دولة رئيس مجلس وزراء وعلى كل القوى السياسية في الحكومة وعلى كل الوزراء المعنية تحمل مسؤولياتهم في هذا الامر لو للجيش كانت ذهبت الامور باتجاه اخر مختلف كليا وكنا دخلنا في متاهما بعد متاهما ويجب عدم التساهم في مسألة الشغور في المجلس العسكري هذا امر ضروري هذا امر مصيري يجب التعاطي معه بجدية كما قلت من قبل الحكومي من قبل الوزراء المعنيين ولكن من قبل كل القوى السياسية المكونة للحكومة ليس على قاعدة مرضات هذا الفريق أو ذاك لنحنا ولا غيرنا ولكن على قاعدة وجود مجلس عسكري يقوم بوجباته في مؤسسة اساسية مؤسسة الجيش اللبناني شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر